شهدت وزيرة التنمية المحلية من العواد ومحافظة القليوبية أيمن عطية شهد افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع ممشى أهل مصر يأتي هذا المشروع الضخم في إطار حرس الدولة على تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين حيث يمثل الممشى متنفسا جديدا لأهالي مدينة بنها والمحافظة بأكملها وفي خطوة تؤكد استمرار عملية التنمية في المحافظة قامت الوزير والمحافظ بوضع حجر الأساس للمرحلة الرابعة من المشروع والتي تمتد من نادي الشرطة حتى محطة المياه بطول 350 مترا وبتكلفة تقديرية تتراوح بين 15 إلى 20 مليون جنيه